بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كانت مننا يلقاكم هدلا فيديو بألف خير وصحة وعافية وحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بيكم في قناتي مطبخ بشراء هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة وفي هدل فيديو كما اشتتوا في العنوان بلاتو بريستيج ديال الميني كيك شي حاجة كدش هموية في المنظر وتحطيها بوجهك حمر في المائدة ديالك وفي الماكلة ديال هم رائعين والاهم انهم جد جد اقتصاديين وفي نفس الوقت يجيوك بحالي فينانسي الكدابين تنتمنى حقا لعجبكم الفيديو ما تبخلوش اللي يبلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينة والمحفزة والرائعة واللي ما زال ما اشتركش في القناة ديالي مرحبا والف الف مرحبا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وده بغدين دوزو على بركة الله للمقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله سوف نحتاج في المقادير ثلاثة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ سوف نحتاج ياغورت جوب طاري بالسكر لما كان لديكم توفره سوف نتقدروا تستعمل و تعوضوه بياغورت طبيعي كذلك ياغورت بنقهات الفاني اللي عندكم توفر سوف نحتاج كأس ديال السكر و كأس ديال الحليب و كأس ديال الزيس هذا كأس ديال العبار و كأس ديال العنبة أو الشي المغريبي سوف نحتاج كذلك الفانيلا ملعقة صغيرة ديال الفانيلا الدقيق غادي نقولكم بالضبط عن عبر حداكم بكأس ديال العنبة و نقولكم بالضبط شحال دخل ديال الدقيق جوج ديال الخمارات ديال وزن ديالهم 16 جرام و ملعقة كبيرة من الخل و لاستوسة البنات اللي سنضيفها في هاد المينيكاك باش يجيوك بحل لأنك تتاكل فرنسي وهي هاد نكه ديال لوز هاد الميقاغوم ديال لوز فعلا تجي رائع البنات في هاد المينيكاك سيجي مدق ديالهم جد جد مميز تقريبا وحد نصف ملعقة ديال هاد الميقاغوم هاد يرهم توفرها بكثرة لعند اللي تيبيعهم مستزمات الحلويات أول حاجة البنات ناخدوا حد البول نوضع فيه دك ثلاثة ديال البيضات نضيف عنهم قبيصة ديال الملح ضروري باش نوازنوا الضوق أو نعادلوا الضوق تنخدم ذاك البيض جيدا تنضيف عليه ذاك الكأس ديال السكر حبيبات وغادي نضيف عليه كذلك هاد الفانيلا تقريبا ملعقة صغيرة ديال الفانيلا البنات هذه رائعة جدا البنات أحسن السكر المنكه بالفاني تنضيف ذاك المعلقة وتنخدم جيدا هاد المقادر ولا هاد العناصر اللي عندي حتي تجنسوا مع بعضياتهم وغادي نضيف عليهم كذلك ذاك الكأس ديال زيت المائدة وغادي نضيف عليهم كذلك ذاك الكأس ديال الحليب تنأكد عليها البنات يكون دافي واحد شوية ما يكونش نهائيا في تلاجة باش يجيوكم القوام ديال المينيكا يجيوكم فشفشين ورطب البنات تيدوبوا في الفم البنات تيدوبوا بشكل ديال فونش وغادي نضيف كذلك هاد اليوغورت هذا اللي الوزن دياله تسعين جرام وغادي نضيف هاد المقادر ونخلط جميع المقادر مزيان حتي يجانسوا مع بعضياتهم وغادي نضيف هاد الميجا هوم ديال اللوز تقريبا نصف ملحقة صغيرة ما تكتروش منهم بزافة البنات باش ما يتجيكم مش هاد المينيكاك ديالكم مرين ودابا غادي ناخد النواشي في طبيعة الحال غادي نغرب لهم ضف الدكجوش ديال الخمارات غادي نضيف هانتما البنات الكأس الأول غادي نضيفو وبطبيعة الحال غادي نغرب لهم هانتما تضيفو عينكم ميزانكم شوية بشوية هانتما تضيفو وتتخلطو تتشوفو القوام ديال الخالة مخصوش يكون تقيل بزاف مخصوش يكون قاسح دبعا هوا الكأس الثاني اللي بناتنا نضفتو وغادي نضيف كذلك الكأس الثالث غادي تشوفو غادي نعمرو غادي نبقى نضيفه شوية بشوية ما تخليش هاد الكأس الثالث كامل تقريبا شاطلي وحد الربيع ديال ديال الدقيق اللي شاطلي فيه في التالي عندما لبنات تقريبا ثلاثة ديال الكؤوس اللي ربع ديال الدقيق الفورس النوعية جيدة غادي نضيف تقريبا ملعقة كبيرة ديال الخل تتلعب دور كبير كذلك سهو هاد الخل في هاد الكيكات الصغيرين دبعا غادي نحتفظو بهاد الخالط جانيبا وغادي ناخد هاد الخالط وغادي نقسموه لربع ديال اقسام تساوية ومن بعد ما قسمس هاد الخالط اربع ديال الاقسام قاسم غادي نضيف له ملعقة كبيرة ديال الكاكا ومعاجوج ديال الملاعق كبار ديال الحاليب وقاسم البنات غادي نضيف له تقريبا ربع ملعقة صغيرة ديال نوكه ديال الفراولة وقاسم غادي نضيف له تقريبا تهوه وحد رويس معلقة ديال نوكه ديال فوستق او البيستاش والقسم الرابع غادي نضيف له تقريبا ملعقة كبيرة ديال الشوكولات شعرية او شوكولات فرميسير رهام حروفة غادي نخلط هاد الاقصام جيدا هانتو ما شوفوا البنات الحليب ضروري نضيفوا الخالط اللي وضعت فيه الكاكاو لان الكاكاو تزيد يقصح للخالط هانتو ما شوفوا القوام كي خصو يكون ديال الخالط وغادي ناخد البنات هاد اللي بوش جو طاب اللي راهم نتوفرين بكثرة في الاسواق اناتن شري باكيات قريبا فيها ميت ووحدة بثلاثين درهب اقتصاديا حسن ما تشريوا كل وحدة بوحديتها بحقيقة عمليا في المطبخ ديالك لما كانوا شعندكم تقدروا تستعملوا غيب بلاستيكا عادية ولما كانش عندكم غيب ملعقة بلا منعقد الأمور باش يجينا كل شي ساهل دابا غادي نفرغ ذاك الخالط في البوش الأول وبالنسبة الخالط الثاني تهو الخالط اللي وضع فيه ذاك الشوكولات الشعرية تهو غادي نخلطه جيدا ونفرغه بدوره كذلك في هاد البوش وبالنسبة الخالط اللي وضع فيه النوك هادي الفرامبواز غادي نخلطه كذلك تهو جيدا وغادي ناخد هاد القوالب ديال السيليكون اللي جوني عليهم مجموعة ديالتساؤلات من إنشطة تخضيهم وش موقع معين ولا شي حاجة أن البنات تنشرهم غاية من السوق أو المحلات تجارية اللي تنتقدم من عندهم فيما تكون شي حاجة جديدة تناخدها تمان ديالهم تيكون مناسب كذلك اختاروا غاية نوعية جيدة اللي يكون البنات قاسحين ما يكونوا جدك الرقاقين ويكونوا خاصين بالفرن دابا غادي نفرغ هاد الخالط وغادي نخلي البنات تقريبا وحد تولوت ديال الفرغ لأنهم غادي نتافخون داخل الفرن ومن بعد ما عمرت الخالط ديالي في القوالب بهالطريقة البنات غادي نحاول أنني نضرب داك القلب ديال السيليكون مع سطح العامل باش يخرج داك الهواء منهم ويجي كذلك السطح ديالهم متساوي بالنسبة لبنات هاد الخالط اللي وضع في داك المعلقة كبيرة ديال كاكاو غادي نزيل لوجه دياله لأنه هو اللي غادي نقدم فيه بواحد القليل من القرقع او اي فاكهة جافة تتفضلها تقدير توضعها كذلك حبيبات ديال الشوكولة السوداء والبيضاء وغادي ندخلهم الفرن اللي ديجا مش هول 180 درجة حرارة ما غاديش نستعمل نهائيا المروحة غادي نشعل عليهم من تحتهم من الفوق تقريبا واحد لمدة ديال عشرة ديال دقائق دغيتي طيبو وها هم البنات من بعد ما خرجتهم من الفرن رهم دغيتي تحيدونا من القوالب غا خليهم يبردو البنات وحيدوهم شوفو كي تيجي وماشاء الله جاو قطنيين البنات خفافين واحد لما دقديالهم جد جد مميز وده با غادي فادي الاثناء غادي ندوزن زينوهم شوفو البنات هدو جو كيوت جو رائعين هدو العجين اللي شطلية من ذاك اللي وضع فيه النقه ديال الفراولة بالاضافة اللي وضع فيه الشوكولة زينتهم ووضعتهم في حد القالب ديال السيليكون ما بغيتش نرمي ذاك الخليط اللي بقالية شوفو كي يجا المنظر ديالهم غزال شوفو البنات بكل سهولة تحيدو من القوالب ما تيصغرقوش وقت فاعلان رائعين دبا غادي ندوزن زين اللي تطبقى مسألة اختيارية بدك شي اللي متوفر عندك سيداتي في المنزيل ديالك بالافكار ديالك اللي في راسك والله العظيمة لبنات أنا تنصور هادالها فيديو ما عندي حتى شي فكرة ديال زين في الاول حتى نبدأ ونبدأ نصغب الوصفة عاد يجيوني الافكار ديال زين بالنسبة لبنات هدوك اللي وضع فيه النقه هدية الفراولة في الواسط لدك القليب وضعت الكريم شونتي بهالطريقة حتى نوضح كدالك في الواسط دياليو الفقون بواز ولوضع وحد نصف ملعقة صغيرة ديال مراباة ديال الفراولة فجن عمر ذاك الحفيرة ديال فقون بواز وبنسبة هادو الوضع فيهن شوكولا وضعت في الجوانب ديالهم بخطوط والشوكولا البيضة جام بندر ديالهم مقديلهم مميز وبالنسبة هدول وضع فيهم فسطو كذلك خديت الشوكولات البيضاء المدابة عمرتها في تاك الحفيرة بها الطريقة هادي بالنسبة لبنات على فكرة لما جاءكم شمقادين من التحت منين تتقلبوهم حاولوا تقطعوهم بواحد السيكين باش منين تحطوا البلاطو ديالكم يجي مقادد ويجي هماوي ويجي المنظر زبين وزينتهم في الوسط ديالهم بات الحوبيبات ديال الشوكولات وبالنسبة هدول وضع فيهم كذلك تهما الشوكولات حوبيبات اخذت كريم شونتية وضعته كذلك في الوسط واخذت كذلك الشوكولات السوداء المدابة زينت بخطوط بهالطريقة هادي وضعت واحد القطع ديال الشوكولات شوفو كي جاو البنات فعلا تيجي ورائعين وتزين بدك الشي اللي عندك متوقع وهذا هو التقديم النهائي ديال ميني كاك فعلا رائعين استسمح البنات طولت عليكم مدلمرة لا فيديو لان ضروري كنغسين نشرح لكم بالضبط وطبق لا فيديو طويل وفيه تمارة بزاف تنتمنى تخليوا لي اللايكات ديالكم لان فعلا فيهم جهود كبير هاد الفيديو وتنتمنى تجربوا هاد الوصفة وتشاركوها مع العائلة ديالكم واصدقاء وبالنسبة لسيدات اللي سي يصغبوا لي كومونتهم تقدرو تديروهم فعلا تيجيوا رائعين ساهلين اقتصاديين ومنظر ديالهم رائع ومميز وتنتمنى تبرتجيوا هاد الوصفة مع العائلة ديالكم والاصدقاء ذا اشتعم الفائدة وتكبر القناة ديالي وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته